لا زراعة فيديالة للموسم الشتوي المقبل وسبب عدم الموارد المائية المخصصة للخطة الزراعية أما بقية المحافظات فتقلصت المساحات الزراعية فيها إلى النصف مقارنة بالعام السابق ما يعني أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعا بكميات محاصيل الخضر والحبوب ولتعويض النقص سيلجأ العراق إلى الاستيراد الخطة الزراعية لهذا العام تقلصت بنسبة 50% عن العام الماضي أي بمساحة مليونين وخمسمائة ألف دونم فقط طبعا وهذا يعزى السبب إلى أن وزارة المواد المائية قالت أن الإرادات المائية لا تكفي لإعداد خطة زراعية مساحة 6 مليون دونم التي عدتها وزارة الزراعة الروافد الإيرانية ومعظمها تم تعويلها لداخل إيران وحرمت محافظة ديالة من الخطة الزراعية هذا العام وبالتالي إذا ما وجدنا أي محصول شح بالأسواق ويرتفع أسعارها لا شك نقوم بإستيراده الجمعيات الفلاحية في العراق طالبت بالضغط على إيران وتركيا لتقاسم الضرر وإطلاق كميات مياه كافية للخطة الزراعية الصيفية والشتوية وزارة الموارد المائية أكدت أن أكبر المتضررين لهذا الموسم محافظة ديالة التي تأثرت بفعل تغيير مجرى الأنهار من قبل إيران لداخل حدودها الأمر الذي يدفع إلى الاعتماد على الآبار في الزراعة والساقي ما يؤثر سلبا على مخزون المياه الجوفية سجلنا مخالفات واضحة لدى الجارة إيران في تصرفاتها بمياه أحواض الأنهر يعني وفقا للقانون الدولي حوض النهر يخدم كافة المجتمعات الواقعة على الحوض هذا الموضوع ما يخضع لحكومات ولمؤسسات قائمة سواء في إيران أو في العراق ما تتأثر بالتغيير الوزارية أو تأتي المؤسسات فنية تعرف بالموضوع وتدرك ما هي خطورة هذه الأمور ويطالب المزارعون استثناء المناطق الواقعة على ضفاف نهري دجلة والفرات من الخطة الزراعية وتقدر بمئات آلاف الدونمات سياسات إيران وتركيا المائية تجاه العراق تسببت بخروج ملايين الدونمات عن الخطة الزراعية الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي للبلاد ويجرها إلى الاعتماد على الاستيراد ميثم الجناحي العراقية الإخبارية بغداد